السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في القناة نتمنى ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير وانتم ما تشاهدوا الفيديو وتابعوا معايا الفيديو حتى الاخير والعجبكم ما تنسوا تشاركوا في القناة وتضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله تتوصلوا بالجديد اللي اجداد على القناة والاقدام كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم شكرا على المشاهدة شكرا على التعليق زوين اللي كتحطوا لي نقول لي بسم الله أنا قدي هنا نبدأ الوصفة عندي واحد الحبة ديال خزو او حبة ديال الجزر اللي حيتلي هكا القلب ديالها ونقيتها وغسلتها وقتعته هكا رقيقة وعندي حبة ديال القرعة وعندي نص حبة ديال الفيلفلا وكن قطعهم هكا رقاق وعندي حبة ديال البصلة وكن قطعها حتى هي رقيقة عندي البصلة هنيا دي الموسم وكنديرهم في واحد الايناء غدي نقطع الربيع وكننا نزيدهم الربيع بحال هكا قصبر المعدنوس وكندير واحد شوية دي الزيت واحد المقلة كنديرهم كيتشحروا وغدي نتبل عليهم كندير شوية الملحة حسب الضوق شوية دي الثومة بودرة شوية دي القصبر يابس وشوية دي البابريكا او تحميرة وفلفل حلوة وشوية الكمون شوية الفلفل اسود او البزار صافي كنكتافي وبهاد التتبيلة وكنزيدهم الزيتر حتى كيطيبو كنزيدهم شوية دي الزيتر انا هنا تحدفلي الفيديو كنزيدو عليهم الزيتر كي نسمهم مزيان صافي بعد ما كيطيبو وكنطفع ليهم غدي نمشي هنايا كندير واحد للجانة كندير واحد زلافة دي لدقيق الفينو او الدقيق الرطب وكندير زلافة دي لدقيق الفورس كندير واحد المعلقة مع عمرش دي الخميرة وكندير شوية دي السكار رس المعلقة وكندير الملحة حسب الضوق وكنخلط كنخلط مزيان نواشيف غدي نضيف شوية دي السودانية هدي كتبقى اختيارية وكنضيف شوية دي الزيت البلدية او زيت الزيتون واحد البيضة بيضة كاملة هدي احتها هي اختيارية نمو غيرش نديروها ولكن كتجيب النسمة كتجيب هالدي دمعة السودانية مع زيت الزيتون كتجي هدي العجينة كتجي رائعة وكنضيف هنايا اربعمائة ميلي لتر دي للماء وغادي نعجن صافي كنخطمو العجانة وكنخليو هكا تعجن حتى كتجمع لنا هكا الدقيق وحاجتنا بها تكون هكا مرخوف وما تكونش قاصحة اللي بغينا الوصفة تنجح معنا دائما بحل هكا الطبوط اللي كيكون معمر كنديروه بحل هكا كتكون العجينة مرخوفة بعد ما تعجنات ما غادي نرجع معكم هنايا وحد خمسة دقيق ركت تعجنات اللي ما عندناش العجانة ركت تعجنوها بيديننا كنصبقو لها رخفة في اللول صافي وكنعجنوها انا على حسب الوقت تعجنتها هكا في العجانة صافي وكنجمع ولي عند العجانة ركت تعجنها يعني ما كتكونش قاصحة غادي نجمع هكا العجينة وكنغطيها كنغطي بوحد البلستيكا بلستيكا كندهنوها بالزيت وكنزيد بحال هكا وحد هادو كنخليها وحد المنديل وكنخليها كتختامر هنا رجعوا المقلة دينا رها طابت صافي كنحطوها كتبرد هذا باش غادي نرجع العجينة من بعد خمستاشر دقيقة شوفوا تبارك الله ريختامرت لان البلاستيك راه ضغيه كرجع في هالسخونية ضغيه كتختامر وهي اختامرت رزادت الدلكات ولكنها الباقة كتلتاصق كندير شوية الزيت كنستعن بالزيت وغادي نحط العجينة دينا وكنجمع العجينة بحال هكا غادي نبدا ندير كوائرات كندير كوائرات مقاددين كنديرهم على هاد الحجم إلا بغيت تديرهم صغار أو تديرهم كبار أنا كيعجبني هاد الحجم كيجيب حال هاك كيجيب زيان صافي كنستمر عليهم حتى كنكور كوائرات اللي عندنا كاملين ههنا را ضغيه بش اضغيه كنعمروهم ما كيجيوناش وعرين ورمختامرين ما غاديش نعودوا رجعوهم يخمروا هالك نخلوهم عالك يرتاحوا بحالك كنغطيو هني الحشوة بعد ما بردات كنضيف على الزيتون قطع أنا عندي الزيتون كحل والزيتون خضر وكندير على فورماج موزاريلا كنديروا 61 قرام دي الفورماج موزاريلا وكنقسم هاد الكيمية را مادرش الخضر بزيف ولكن را هكا تعطي را ستديل بطباطات ما شاء الله كيجيو كبار صافيو كنبدا كنقرس هاك الجوانيب نعجينا را مرتاحة نقرس هاك الجوانيب وكنعمر لان في اللول كنقسم هاك الحشوة صافيو كنبدا نجمع من الجوانيب حالكا كنخلي الوسط ديالها كنخليها غليض باش ما كتتشركش لين هاكا العجينة وكنحطا على الجن كنزيد بحالكا كنقرس لجوانيب وكنخلي الوسط ديالها ما كنقرسوش ونعمر هنا را كنوريوها هاكا البنياكي مبتدئين يعني باش يجيهم هاكا البطيبطات كيجيهم ساهلين اللي بغوا يصيبوهم راح تحجموا واعرة صافيو كنزيد تانين قرس وكنستامر عليهم بحالكا حتى نكمل بحال هاكا الخبيزة اللي عندنا كيف ما قلت لكم را ستادي البطيبطات كبار ما شاء الله بزلافة ديالدقيق وزلافة ديالفورس يعني اعطوني واحد الكيمية اللي كتيرة يلعجينة قدمك تكون مرخوفة قدمك تعطي وكتجيزوينة وكتجي خفيفة صافي من بعد هنا اياه غادي نبدأ نقرس كنديرو حد لقاعد هاد لقاعد دي هكا ديالزبدة كيكون عندي دائما كنسلي منو وكنديرو هاكا كنطويه وكنخشيف في كلاجة كيبقى عندي كنحسافض به فيما بغيت نصوب بحالكا البطيبط مسمن كنجبدو وكنقرس مسمنا بعد ما سخنا كلان المقلاء كندهن بشويه ديت الزيت صافي وكنخليها بحالكا كالطيب كنضيف شويه ديت الزيت من الفوق بش كتجينا محمرة والعجينة را كتجي منس ما كيف مقتليكم صافي وكن يلا هيك تبدأ الطيب يلا احنا كنا نقلبوها ما شفتو معايا ما كنخليوش حتى كتتحمر تماما هيك الطيب وحنا كنقلبوه وكندورو هكا الخبيزات بش كيطبو من الجوانيب ما الطيبش عامل الوسط خصة الطيب مقادة ما شفتو معايا بدات كتتحمر وكندغط على هكا كامل جناب بش كيطبو لي الجناب لان البطبوط البنات ضروري طيبوها كم الجناب بش كيجي طيب كامل ما شي كيطب من الوسط ومن الجناب كيبقى بحالها كم كتبقى بيضا او بدك كيطلعت ما شاء الله شفتو معايا كيجي خفيف وكيجي مفروق هنا كنديرو المقلة تقيلة او كنديرو الشي مقلة اللي كتكون او المقلة بحال هادي او الى كانت على المقلة تقيلة را كنطيبه في المقلة تقيلة كيجي زوين صافي كان بحالكة كنطيب الجوانيب كنحط هكا البطبوطة فوق الجنب ديال المقلة وكنزيد ندير الجنب في جهة العافية بش كيطيب ثم شفتو اللي طبوطة ديالنا كيف دبنا لها وغادي نرمي التانية معاكم غادي نوريكم التانية يالله كاتب دك الطيب وانا كنقلب كنستمر عليها بحالكة في القليب ما كان بخلوش عليها احنا يدنا معاها كيجي رائع على البنات هذا البطبوط كيجي بحال هكا في العشية اخص في البرد كنحتاجه بحالكة اما العشاء اما القوتي بحال هكا حتى الغدائلة ما كانش عندنا الوقت على شلا والبطبوط ديالنا راه طيبناه وكيجي من اروع ما يكون وكيجي ساهل وحسن ما كان ناخدوه هكا من المتاجير او كان ناخدوه جاهز يعني في دارنا كنعرف ورصنا اشنو درنا وما تنسوش الى عجبكم فيديو وما تنسوش شاركوه في قناة وضغطوا على الجرس بش دائما ان شاء الله تتوصلوا الجديد لجدد القناة والاقدام شكرا على الدعم ديالكم شكرا على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا على المشاهدة